بتكليف من جلالة الملك المفدى نجلو صاحب السمو حاكم الفجيرة بعدها توجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمعيتي سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي لمجلس العزاء بقصر الرميلة حيث نقل سمو تعازية ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وأنجال الفقيد داعيا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على عمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وما تجسده العلاقات من أواصر محبة وأخوة ووشائج قربة مستذكرا سموه من أقب الفقيد الراحل وإسهاماته الجليلة في خدمة وطنه وشعب الإمارات الشقيق من جانبه أعرب أصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه للمشاعر الصادقة التي تعكس العلاقة القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا سموه لجلالة الملك المفدى بمفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار هذا وقد غادر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إمارة الفجيرة عائدا إلى مملكة البحرين حيث كان في وداع سموه بمطار الفجيرة الدولي سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي نجلو صاحب السمو حاكم الفجيرة ترجمة نانسي قنقر